وينضم إلينا من بيروت سيد ناجي ملعب الخبير العسكرية سيد ناجي ما هي الرسائل السياسية والعسكرية من هذه الضربات الإسرائيلية في هذا التوقيت وأيضا طبيعة المواقع المستهدفة مساء الخير حول طبيعة المواقع المستهدفة يبدو أنها استهدفت رادارات ومراكز دفاع جوي ومراكز مخازن أسلحة وكذلك في داخل المدينة استهدفت مباني مدنية مركز للتنمية ومركز للاستخبارات السورية لقيادة الاستخبارات في المنطقة لذلك الغارات نعم 18 غارة وأحدثت ضحايا كبيرة الخطر في هذا الموضوع هو التالي أولا عمق الغارات في الداخل السوري يبدو أن السماء السورية كما السماء اللبنانية كانت مستباحة طيلة يومين في الأمس وقبله للاستكشاف والاستطلاع ويبدو أن الطيران الإسرائيلي يجول في المنطقة بشكل واضح لا فعالية للدفاع الجوي في هذا الموضوع اثنين الأهداف كذلك شهدنا للتحالف الدولي غارات منذ يومين فيه كذلك عبر طيران مجهول الهوية وتبين أنه للتحالف الدولي على نفس الغارات على نفس الأهداف يعني على أهداف مماثلة بمعنى أن هناك تعاون مع التحالف الدولي مع إسرائيل في تحقيق أهداف معينة وهذا أمر خطير طيب إذا كانت هذا التنسيق سيد ناجي مع المخابرات الأمريكية كما قال مسؤول أمريكي أم كما يقول الإيرانيون بأنها بتنسيق مع أفراد داخل إدارة بايدن يعني التنسيق مع الإدارة الأمريكية وكذلك لناحية أخرى التنسيق استخباري هناك كما قال هذا الأمريكي أن المعلومات يعني أعطيت لإسرائيل من قبل الإستخبارات الأمريكية عن القواعد وكذلك الصمت الروسي في المكان حاولت روسيا منذ فترة أن تكون بديلاً للقوى المتحالفة مع نظام قوى الإيرانية أن ينتشر بعض من الشرطة العسكرية الروسية مع الفرقة الأولى في المنطقة بديلاً لهذه القوى على الحدود ما بين معبر القائم ومعبر البوكمال ولكن فشلت يبدو في هذا الموضوع يعني هناك صمت روسي هناك تحالف مع قوات التحالف الدولية هناك معطيات أمريكية أعطت لإسرائيل هذا المبرر للقيام بعملياتها بهذا العمق يعني هناك تحالف قوي في التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي لكيفية التعامل مع الشمال السوري العام 2021 الصادر عن معهد الأمن الإسرائيلي هناك أربع احتمالات للتعامل مع سوريا أولاً إقامة جدار طيب كما كان في الجنوب اللبناني يعني الاهتمام بالقضايا الحياتية والطبية ونوع من دعم للمناطق شمالي الجولان المحتل لإنشاء جدار طيب وتلافي أي وجود لقوة إيرانية في المنطقة ثانياً احتمال ثاني المزيد من الضغط على إيران مثل ما كان في العام الماضي خمسين غارة وبزيادة أكثر أن تصبح ثلاث غارات في الأسبوع أكثر من السابق الخيار الثالث أن نترك الدولة تحت عقوبات قوية لانهيار الدولة التي تسيطر فقط على 60% من أراضي سوريا والبلاقي يسيطر عليه في الشمال السوري الأتراك والأكراد والخيار الرابع أن تتدخل أن يفسح في المجال لإدارة بايدن أن تتعاون مع الروس لإنتاج حل ما في سوريا يبعد الإيرانيين عن إسرائيل عندما ننظر إلى المناورات العسكرية الإيرانية ما هي الاعتبارات التي تقف وراء هذه المناورات؟ هل هو استعرض للقوة؟ هل رسائل الردع المسبق؟ أم تستعد إيران للردع على استهداف مواقعها؟ إيران كما يحدد التقدير الإسرائيلي استراتيجي لهذا إيران تعتمد الصمت الاستراتيجي يعني الصبر الاستراتيجي اعتمدته إيران منذ أيلول حتى اليوم بمع بداية مرحلة الانتخابات الأمريكية حتى نهايتها إيران لن ترد على أي استفزاز أو لن تقوم هي باستفزاز معين هذا التقدير الإسرائيلي ولذلك هناك حشر لإيران أن تستدرج إلى رد ما قبل استلام بايدن السلطة حتى يتدخل الأمريكيون لنجدة إسرائيل ونتنياهو وحليفها الإدارة الحالية في سيناريو معين ورأينا كيف هددت إسرائيل هددت لبنان وحزب الله في لبنان أن بنك الأهداف سيكون كبير جدا إذا ما حصل أي رد يعني هذا الموضوع مزيد من الضغط حتى يصل إلى مكان ما يحفظ لأمن القوم الإسرائيلي شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا سيد ناجم لاعب الخبير العسكري شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك